هذا وقد عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين وذلك لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء سبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة خلال هذا الاجتماع أكد مدبولي إدراك الحكومة لأبعاد مشكلة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال لافتاً إلى جهود الدولة بمختلف أجهزتها المعنية للعمل على إنهائها في أقرب وقت ممكن كما أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع الطيار الكهربائي مضيفاً أن الحكومة تسعى حالياً لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة